حضرت وزارة وصحة الفلسطينية من انهيار الوضع الصحي في قطاع غزة نتيجة النقص الحاد في المستلزمات الطبية واللوازم الخاصة بغرفية العمليات والأدوية وأكياس الدم وقالت وزيرة وصحة الفلسطينية ميل كيلة الخميس إن العدد الكبير لجرحة يفوق حالياً القدرة الاستعابية للمستشفيات في القطاع مجددة الدعوة بشكل عاجل لكل المنظمات الصحية الدولية والأممية واللجنة الدولية لصليب الأحمر وكل دول العالم إلى تدخل الفوري والعاجل لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية خصوصاً إلى غرف العمليات وأقسام الطوارئ ووحدات العناية المكثفة كما دعت وزيرة الصحة الفلسطينية المنظمات الصحية الدولية إلى المساعدة في فتح مستشفيات ميدانية في قطاع غزة للعمل على إنقاذ حياة المصابين وخصوصاً النساء والأطفال والشيوخة